ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتماع لجنة استجابة عبر تقنيات الاتصال المرئي وفي البداية رحب سمو بجميع عضاء لجنة استجابة مشيجا سمو بالجهود التي يبدلونها في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنفيذ توصيات وخطط وبرامج اللجنة بما يتوافق مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تساهم في مزيد من النهضة والرفع والتقدم لقطاع الشباب والرياضة بعدها اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على عدد من الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة والتي عقدت خلال شهرين نوفمبر وديسمبر حيث اتخذت اللجنة فيها عددا من القرارات التالية أولا وضع آلية تنفيذية لتطوير الرياضة المدرسية ثانيا الاتفاق على آلية استخدام المنشآت الرياضية المدرسية ثالثا اعتماد تصور الدور المفتوح رابعا تم الانتهاء من انشاء سجل الالكتروني موحد لعقود اللاعبين والعملين في الاندية والاتحادات الرياضية خامسا متابعة تنفيذ مخرجات قمة الشباب 2020 سادسا انشاء طريق خاص للدرجات الهوائية بالمحافظة الجنوبية وقد حث سموه الجميع إلى موصلة الجهود بهدف تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية وبناء وتطوير الحراك الشبابي والرياضي في المملكة